تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني جملة تتكرر مع كل مؤتمر إقليمي ودولي عن اليمن لكن صداها لا يتجاوز قاعات المحافل الدولية فالواقع يشير إلى تدهور غير مسبوك للاقتصاد رغم انعقاد الكثير من المؤتمرات العالمية وإنشاء لجنة دولية اقتصادية خاصة باليمن اسمها اللجنة الرباعية تضم اللجنة الاقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات وقد بحثت في لقاء لها الثلاثاء الماضي الوضعين الإنساني والاقتصادي لليمن ووفق تغريدة لسفارة السعودية لدى اليمن فإن اللقاء الرباعي أكد على ضرورة تفعيل بنود اتفاق الرياض الخاصة منها بموارد الدولة وتفعيل الهيئات المرتبطة بها اللجنة الرباعية التي تأسست في يونيو 2016 عقدت لقاءها في العاصمة السعودية الرياض وناقشت فيه سبل دعم البنك المركزي اليمني وآليات تطويره مع التذكير بأن حديث دعم البنك وتطويره يتكرر باستمرار منذ نقله من صنعاء إلى عدن دون نتائج حقيقية فاعلة وهذا الأمر وفق متابعين يسري على كافة مؤسسات الدولة السيادية التي تحتاج إلى دعم دولي جاد لاستعادتها من قبل ميليشيات بعضها تتبع بصورة مباشرة دولتين في اللجنة الرباعية وهو ما يضع الوعود الإقليمية والدولية بشأن الإعمار والتنمية محل شك اليمنيين وريبتهم ترجمة نانسي قنقر